شعر الشعبي شعر الشعب مبدع بمجال الشعر الشعبي بالتحديد هو شعر أحسين على نورتنا اليوم الله يسلمك أستاذ التنور إن شاء الله يكون خفيفين الظل ومشكرون على الاستضافة لا أنا وهمسة خفيفين الظل يعني من زمان بعد أنت وشطارتك يا عزيز أكيد ببداية إحنا رح نفتعد أنه شعن بديت الشعر ولا شي فرأسا رح تبدينا بالشعر تلقينا الشعر تقول راح أسولف بعد ما عديلك ليش تحرق قلبه شو مسويلك ليش تتمنى نجرح يم الغريب وأنا بس الخير متمنيلك حلو لسانك هواية جرحني وأنا لا لساني ما يجرحك فقط يدعيلك كون قصة جتافة مثل الحي يصير حتى من نتميل ما تتشيلك الغلط ما لك عدي مثل بها مصار لين ما ينزال قلبه يزيلك ما تشني تهيكي صعب تسألني ليش حاب تعرف يلا راح أحشيلك ليش بش موعش ما تتحطني خيط وأنا راي في جرحك الهدحيلك بدلتني بناس أبد ما قدروك وانت مثل اسمي صعب تبديلك والله كلش من قهر لما اجيت تعتذر لي وما ردت تقبيلك لكن انت لوصلتني لها القرار أدري تتكرر إذا جزيلك وبعد ما شيلك إذا يمي تطيح بلم طبعك ينطعن لي شيلك وسلامتكم حلو حسين هذه القصيدة اللي هسا سمعناها شنو الموقف اللي مرأت بي وكتبتها أو من المقصود بهذه القصيدة والله المقصود صديقي حلو أي سؤال فينا قصة القصيدة قصة القصيدة هي ابعاد طويلة بس هي يعني شارحة روحها نعم يعني هو المقصود الصديق اللي لا لا صديقي صديق يعني مقرب إلي كلش أو صارت صار سوء فيهم بناتكم اي نعم صار سوء فيهم والحمد لله صالحنا أهو الحمد لله لأن الصالحة لازم شوية تبديها مصالحة يعني لا مو أنا قلت لها بالأخير يعني شاسمه يعني صارت داع والله كلش من قهر لما اجيئت تعتذر لي وما أردت تقبيلك حلو حلو اتريه شيش تشان قلبك قاسي يعني لا مو ما أردت تقبيله بعد هي عزلت نفس شوية نعم حسين حلو حسين بديننا شون انت بديت ويا الشعر شون اكتشفت نفسك يعني وكل شخص يكتشف نفسك نعم صحيح لو أحدك لا لا أكيد بل فين ونهاية الفين وعشرين يعني أنا شدت مستمع نعم بس مستمع يعني قوي نسي فقم تكتب أكو مثل يقول سمع تأثر كتبه بما استمعته بما تأثرت تأثرت بالمرحوم كاظم اسماعي القاطع حلو الله يرحمه نعم هذه مدرسة شعرية نعم الله يرحمه سمير صبيح نعم عامر العيثاوي من الجيل التي يتبعها مرادة بوفتيان مزين محسن الموسيا وهي الأسماء مزين وهنا شون بديت تكتب أكيد يعني تأثرت بموقف يلا بديت تبدي لهو أكيد هي القصيدة إذا بدون موقف أو بدون يعني شي لامسك من تكتبها تصير حرفة تصير موحلوة صحيح يعني أول قصيدة كتبتها أول قصيدة كتبتها أنا لا أمار بها حتى أكون صريحة بس على اللسان واحد منها قاربي كتبت لي أهه كتبت القصة شنو نقدر نسمحها؟ أسمعك بيتين الماء ما تمر تقول شي صلح الخرب باوع للإرمات ما يرجع خشب ما ينفع تصليح حلو عذرك مو بوقتي وشاهد الطيك بعد العيد ما تونس المراجيح أهه أحسين خلي نحش على المهرجانات والمنتديات التي تخص الشعر بالتحديد وخصوصا بمناطقنا الشعبية ببغداد كثير من المنتديات وكثير من الأشياء التي تدعم الشباب أو الطاقات الشبابية للمجال الشعر شون شوف الدعم حالياً هم بواسطات هم بأنه هذا القروب مال صاحب المنتدى أو هاي شغلات العلاقات بين قوسيا أكو هذا الشيء بمجالكم خصوصا أنتو كجيل واعد شعري نعم أكو بين وبين نعم أكو مثلا أحشي لك على منتدى السلام تحياتنا إلى كرار الشيخ يعني هوي قاعد يصعد ناس من منتدى بدون مقابله وبدون علاقة أنه هذا المصرف فلان أو هذا قرابي فلان أو هذا صديقي فلان وعلي ناجي أبو الحرية أبو منتدى الحرية هم قاعد يصعد ناس ويطمن جيبه حلو أي وكناس يعني شون أقول لك قروبات هي هاي اللي قروبات بكل مكان بجانب الرياضة بالإعلام بالشعر هي موجودة صحي زين ذكرت قبل قليل لحضرتك أنه انتشره في الأولى الأخيرة الكثير من الشعراء الشعبيين نعم سواء في المهرجانات أو على مواقع توصل الاجتماعي زين اليوم حسين شون رح يميز نفسه عن باقي أقرانه هو الشعر يوصل زين الشعر الحقيقي يوصل وهو يكون بالتسعينات وهو يسمى كتبة شعر بس النسات يعني نقدر نقول ضربة حض لا مضربة حض الشعر يوصل مثلا عريان سيد خلف كاتب يشتاق لي بالسبعينات نعم يعني ما موثقها ويه مؤمنة أن الطاحة توثقت ويهي قديمة بس شعر موجود صح صاحب الظواري هم كذلك نعم يعني هي تبقى القصيدة تتخلط نعم من تكتب القصيدة على موقف وسهل ممتنع قصيدة تتخلط يعني ممكن أنه تعتمد على إلقائك لا ما لها شغل بالإلقاء يعني أنه المتلقي يعتمد على إلقاء ممكن ست ذات سمح لي أو غيرها أو حتى الإحساس مطمو نعم كعظم سمع القاضى رحمة الله عليها كان القاعة مو قوي نعم إذا من التبهين عليه نعم بس شعر موجود فعلا وفارض روحه نعم أحسين أنت قبل قليل ذكرة أسماء أو مدارس شعرية متأثر بها حضرتك من من الأسماء التي ذكرتها قصيدة من قصائدهم تحسها قريبة إليك وشخصتك ودائما أو بمنتدى أو بين قروب أصدقائك دائما أن ترددها أو تلقيها قصائد والله وائهن المنوع أكثر قصيدة تحسها قريبة إليك وتتمنى أنها مالتك أو أنت تلقيها دائما قصيدة الرائدة بفتيان يقول المكان الذي يختلنا من المطر مثلي تخشع من تمر أنت عليه حلو أنا مو بس أخشع أعتبر إمام وحنة ودموعه وعلك حطيت بي حلو بكل حنينة عنا لمو كل خميس الناس تمشي الكربلة وانا أعتني زيارة ما مقبولة يصرخ من نفوت شماله قولا لم يقدسل بيني الله وابدغشي مروحي واصبر نعم يعني قصيدة طويلة بس ما تحضرني أنت تخشع لهذا المكان بعدك؟ والله هو ما يخرج من القلب يدخل له للقلب يعني ليس كاتبها بس يعني دخلت بقلبه لأن القصيدة حقيقية واقعية يعني بعين القصيدة دائت لك هذا المكان الذي أنت كنت تتواجد به بعدك تخشع له له وخلاص موالك تتواجد به أستاذ راديو أعرف أعرف بس أنت من أنت تلقيها أكيد 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 بعدنا موجود هذا المكان؟ أي موجود أهام أي موجود زين شنو السم على هذا المكان؟ شنو تلقيله؟ والله كاتب علي بيتي يقول من نفوت من المكان الذي يعرفتك أي؟ والله حسعى فيه تتوقع ويدماتي الله الله عليكم أحسين بالأونة الأخيرة أنت شاهد كثير من البرامج الشعرية بأغلب القنوات العراقية وحتى الإذاعات من من البرامج الشعرية تتمنى تكون أنت مقدم بها؟ أنت مقدم بالبرنامج مو ضيف والله إنه هواي وخاف وأحكي يعني على برنامج لا ماكو هذا رأيي أو أنت أمني يعني تتمنى أنه أنت هذا البرنامج تكون أنت المقدم مالته مثلا هيلولييل أستاذ راد بفتياء زين لو كنت أنت مقدم برنامج هيلولييل شن الإضافات لضيفة للبرنامج حتى تتميزها عن باقية البرنامج هو كله كامل بس تجلت مقدم وممكن أنه تستضيف شعراء يعني وجوه جديدة نقدر نقول تتيح لهم الفرصة بهذا البرنامج أكثر وجوه جديدة ذاعدهم شعر لأن السجيل هذا يعني هو كهوين أناس شاهدة بي بس قاعد يكتبون للحرفة يعني ما قاعد يكتبوا بموقف ماربي يكتب للحرفة للجمهور يعني حتى تتعالى الصفقات يعني أنا قاعد أشوفها و ألمسك صح زين أكيد شعركت بمهرجانات سواء في بغداد أو في محافظات الإراق وحسيت أنه أنت من ألقيت قصيدة وصلت للمتلقي بسهولة فشنو هذه القصيدة يعني اسمعها القصيدة قبل أسبوعين جلنا مهرجان مدينة الصجر نعم تقول الناس تدوس كل واحد علاها وطاح شاهدنا المطر ينداس إذا ينزل حلو شف الحرر الجمار من القيت رأي دياكله موني تحريضه الله الله عليك أبرى الناس ما عدهم وجه وجهيا وكل يومية لون تخلي وتبدل ومحاضنهم شذب والورق شاهد صار من يحضن تتن نيران بيشعل الطيب ما يعيش انتبه لنا الداف القطن ضمد جروحه وباقي بيكتك وما أمن بعد باليقضى عمره وياي مو أي واحد يماشيني ينعدخل ظل البشر طول العمر يمشوا ياه ومن يغرق وراء بالماء ما يدخل كمين الشجرة من تصير عشل الطير خشبها يسجنه وتخليه يعيش بذل ولظا تتشوك المنشالك الشخاط يحرق نيته بالعيدان إذا يحمل الله ولظا تتشوك المنشالك الشخاط يحرق نيته بالعيدان إذا يحمل القصب زل في النهر بس من مرادي يصير قدام الخلق يطعن بصدره يظل وينحى بصاير لينطي الظهر للناس ظهر تطي الججارة وبايسيها الكل حيلا أنت مهلة الله عليك أحسين أريد أسألك على السرقات الشعرية نعم وأغلبكم أنتم كشعراء تصحى الصباح تلقى في الفيسبوك الشاعر مبتدأ ولا شاعر يعني إلى باعك طويل بمجال الشعر جايب نص من نصوصك وخارهم ناسبة إلي تعرضت لكي مشكلة أو موضوع والله أحكي لك الواقع أنا بالنسبة إلي اتعرضت بس المقابل ما سامعني شلون يعني يعني أنا مثلا ناشر قصائدي وموثقهم على شكل كتابة بس أنا محد يعرفني يعني اليوم هو التوارد وارد يعني مثلا واحد مني توارد وياك هو ما سامعك حتى يتوارد وياك فأنا بالنسبة إلي ما أعتبره سرقي أها يعني عادي بس أكو ناس مثلا طبيت لها قلت لها هذا البيتاني موثقة قبلك أكو ناس اعتذرت وأكو ناس قالت لا مات يعني أصروا على أنه هذا البيت مالتهم وخاص بيهم أي وهو يعني أنا قبل موثقة أنا العفو قبل موثقة زن أحسين كل شاعر أكيد عنده أحساس يكتب قصيدة فأنت صار عندك أحساس لكن مدى توصل للفكرة أنه أنت تكتب القصيدة فشنو كانت هنا صعوبة بالموضوع الصعوبة بالموضوع وقصيدة هي ماكو صعوبة بالموضوع مجرد تطلع شي يعني اللي بإحساسك احساسك تطلعه بالقصيدة كتبة هي صير حلوة لا أرادين حالو الأقرب قصيدة إلك دائماً هل تحس أنه أنت مدندنها تقول عليك عيوني يومية تبدى دموع مثل الشجرة يومية تبدى خيال وذكرك ما قبل من عندي لحظة يروح مثل طبع الهوى ويا يعايش ظال عداك براسي ما حد دخل غير الشيب بس هو الوحيد بكيف أصال وجال وعداك بعيني ما حد دخل غير الطيف غبت من عيني بس ما غبت من البال قضيت العمر كلش حذر وياك وببسط حاجة لو وديت لك مرسال أبد ما أكتب اسمك جو وكلمة غيم أقول الغيم يمطر والإسم ينزال فشلان بعشرتك فشلت الحايوف الباقيه له وعثر والثام وجهه نزال أها المحبس ما لك الضيعت بيه شميت عطر هواي لازم قايديك أشكال شلتني بطيحتي ومشكور قلت لك عود وباخر لحظة نبهنا الضمير وقال النمل من نعمة الله الطيح بيها يشيل بس مول الله يأكل بيها لما نشاء الله لا ترجع لأدرب رجعتك مو خير للقذلة المقص لما نرجع كالتال رايح راد وياي الحلم موهيج ما ينفع نعدرك بلم يمرحال وما تكبر بعيني وتبقى بيها صغير غمر ما تصير مرسومة بجدار إهلال أها سلامتكم الله عليك أحسين احنا شفناك بأحد المهرجانات أن صوتك وطريقة إلقاءك مختلفة تماما عن حاليا كل مكان انتو كشعراء يعني كل مكان لكم طريقة إلقاء وشي مختلف عن اثناني ولا لا يعني استاذ التمثل ما تعرف أكو قصيدة تنقرع المنصة نعم وكو قصيدة تنقرع برنامج نعم نعم الست هسف قالت لي أقرب قصيدة إلا كان لا أقراها نعم لين مال منصة أه يعني جوهة ومال برنامج يعني شون رح يكون أسلوب المنصة 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 لازم الواحد مني يقول لك الله لازم تعيده هواي أه أي هي هاي مشكلة الله الله استرعي أه حسين أريد أسألك القصيدة شقد تطول بإيدك كل قصيدة هي موقفة أه كو قصيدة مثلا 16 بيت ماذا أكو قصيدة 8 بيات حسب الحالة التي تمر بها زين القصائد التي تكتبها من تكمل عندك المنو تسمحها أول شيء ولمنو تاخذ بملاحظات يعني من يطيك ملاحظة أنه حسين هذا البيت هكذا يراد لتعديل يراد لهك تاخذ بالنصائح ومنو الشخص الذي نصحك قبل ما تنشر القصيدة أو تلقاها ببرنامج أو بمهرجات والله هم هواي مثلا المهم بيهم والمهم بيهم كرار الشيخ أكثر شيء وتاخذ بنصاحة لا لا أخذ بنصيحته وسيد محسين هم وأستاذ محمد أخشين أكيد نوجه لهم تحية حلو أحنا نقول لك الله حتى أنت شسمنا الله يستهل قصيدة المنصة تقول مرة بالقارب مشيت وشفت بنا ذور ربعي بجرف غرقانين كلهم فزعت لهم روجة ما وقفني شف من وصلت لهم وشلت حبل شراعي مدية لديهم تالي كلهم طلعتهم اتعافوا وقالوا بردنة القارب يحرقون رادوا حتى يدفون لكن خاصمتهم وشيتوا كلهم علي بحبل الاشراعي نقذهم قيدة ورجلي ودية وبالنهر غرق نشفهم تالي فزيت وطلعت بحلم عايش والدمع تارس وجنتي تبش دم عيني فطيرة وكاتب بخدي كليشة أبش دم شيفارقتهم طيبوا ياهم عشت مثل الحمامة موتوني وريش عايش يكتب لهم سلامتكم حسين السؤال الأخير إليك بكل عائلة إذا كانت موهبة بالعائلة أكو ناس مؤيدة وأكو ناس معارضة فمنهم بالعائلة أنه وياك يعني شاعر حسين شاعر حسين أو لا يعني كلهم معاجبهم شاعر لو شم لا أم معاجبهم ما يدرون أصلا أها ما يدرون أي يعني من لاحظة الخجر أنا مع سلاق لي ومهرجان يعني هما ما يحبون الشعر لو هما يعني شون الفكرة لا هما ما لهم علاقة بالشعر بس أنت طلعت طفرة بالعائلة الشعرية طفرة الله يوافق إن شاء الله شوفك شاعر عراقي عربي عالمي إن شاء الله ومبدع أكيد شكرا لك لنواردنا اليوم كل التوفيق إذا مشاهدنا الكرام أكيد مستمرين من وياكم فقرأت حلقتنا لهذا اليوم لكن ثامت خلي أسئلك سؤال اليوم إذا زعل حبيبتك شون راح تراضيها زين أسئل السؤال يعني؟ لا لا مناسب السؤال السؤال لا جواب هو راح يكون إلي أنت يعني مختنع أن حبيبتي تزعل من عندي؟ أنا أكو أحد يزعل من أندي؟ من هو أنت؟ من شأن عمرتي كده يبأفي أكيد هو يكون طرق لكن أنا شخصيا ما أكو أي أحد يزعل من عندي إذا كانت حبيبتي وإذا كانت صديق وإذا كانت شخص مقرر ولكن هي عبارة عن نسمة تبا للغروض مشاهديني كرام خليش شوف هذا التقليل أو للتطلع بطر جائلكم اشتركوا في القناة